أيضا قصة المثلية بقى وره إزاي نحمي ولادنا منها لأنه خلاص ده بقى ديزني بقيت صحيح معظمها بقى بينشر المثلية الأفلام وما أقدرش أقول لأطفال ما تتفرجوش على فيلم ديزني هنعمل إيه في القصة دي؟ إيه دوركوا إنتوا؟ إحنا بنتكلم في مسألة الفطرة بنركز على الفطرة السوية اللي خلقها الله الإنسان عليها وإنه الأديان مختلف الأديان سواء كانت سماوية أو وضعية هي ضد هذا التوجه حتى أنه في ضغوط كثيرة مثلا تمارس على البابا فرانسيس مثلا يعني كلمته طبعا مسموعة وهو الرمز المسيحي الأهم في العالم فإنه لو بارك زواج مثلا المثليين والمثليات فدي تبقى خطوة كبيرة بيقول تصريحات إن صح التعبير مطمئنة أو تحتوي هذه الفئات لكنه لم يقبل بعد بأنه الكنيسة تكون تبارك هذا النوع من الزيجات إحنا بنعمل إيه؟ إحنا بنتكلم على منطلق الفطرة السوية طبعا حضرتك عارفة إنه بقى في قيود في نشر المحتوى المضاد لده يعني إحنا لو حبينا ننشر حاجة زي كده بالظبط أي أن كانت لغة النشر حتى لو عربي ببص نلاقي حضر على الحساب أو من نقدرش يعني دلوقتي نشر لو أنت نشرت حاجة ضد بعقيدتنا مثلا أو قناعتنا وإدياننا وثقافتنا ضد المثلية بتجد قيود يعني ممكن فيزبك وكده يحذرك طبعا طبعا يحذر النشر المنشور نفسه أو يحذر الحساب بالكامل ولفترة طبعا للأسف الشباب بتعملوا إيه ساعدة؟ إحنا علشان كده كنت بقول لحضرتك إحنا عندنا حملات لطرق الأبواب إحنا بنروح للشباب وبنقول لهم اتفضلوا زرون إحنا عندنا بروتوكول تعاون قوي جدا مع وزارة الشباب بالرياضة وزي بقول حدك الزيارات تترى بنروح مراكز الشباب بنروح مراكز الشباب بننظم حاجات في مساجد بحملات طرق الأبواب زي بقول لحضرتك مراكز الشباب إستضافة الجامعات سواء إحنا بنروح لهم أو هما بيجن أحيانا بنلاقي مثلا وده كان لسه الشهر اللي فات سيد مثلا محافظ الغربي طلب دورة تدريبية تثقيفية توعوية للشباب هناك يعني خارج إطار الجامعة نفسه فروحنا ولبينا الدعوة بكل تأكيد وعملنا ضمن التواعوية يعني أنتوا مثلا تعرضتوا فعلا لفكرة الحظر زي يعني جربتوا تنشروا وحضرتم للأسف الشديد للأسف الشديد صحيح آه إحنا يعني آه وحتى لو حاولنا نعمل الموضوع بشكل فردي يعني أنا أنتمي للمرصد فأحاول أعمل حاجة على حسابي فبرضو للأسف